الأمريكيون يبحثون عن وسائل لإسقاط صاروخ تسيركون الروسي يعتبر الخبراء في مجلة بوبيلر ميكانيكس الأمريكية أن صاروخ تسيركون الروسي البحري فرط الصوتي يشكل خطورة حقيقية على البحرية الأمريكية وبالدرجة الأولى على حاملات الطائرات وجاء في مقال نشرته المجلة أن الصاروخ يوشيكون ينتج صناعيا ويتوقع أن تتسلم السواريخ من هذه النوع أولا غواصات ياسين النووية أما الاختبار البحري للصاروخ فستتجربه غواصة فازان النووية وقالت المجلة أن السرعة الهائلة التي يحلق بها الساروخ تمنع أي تسفينة من التقاطه لأنه لا يبقى لطاقمها وقت كاف لإتخاذ قرار بالتصدي له ويصعب الساروخ تسيركون بعد إطلاقه إلى ارتفاع 30 كم ثم يحلق نحو الهدف بسرعة 8 ماك 8 ماك أي ما يعادل نحو 9000 كم في الساعة أي أنه يقطع 160 كم خلال دقيقة واحدة ويستطيع الرادار القوي التابع لمنظومة أيجيس التي تزود بها الطرادات الأمريكية من طراز تيكون ديروغا اكتشاف الساروخ الروسي على مدى 300 كم مع شرط أن يحلق على ارتفاع عالي وهذا في هذا الحال تبقى لدى الطاقم اضطرات دقيقتين لتصدي له لكن غالبيت السواريخ البحرية الروسية تنزل بعد إطلاقها الارتفاع منخفض حوالي 30 متر ما لا يسمح لطاقم السفينة باكتشافه إلا على مسافة 50 كم أي يبقى لها 20 ثانية فقط لمكافحته ما لا يكفي بالطبع لإسقاطه واخترحت المجلة حلين للمشكلة ينحصر أولهما في نشر الرادار على ارتفاع عالي فوق السفن على غرار منطادين مزودين بأجهزة جي أل آ ناس يعلقان دائما فوق الشاطئ الأمريكي الشرقي ويحميان واشنطن من ضربة الساروخية وهناك حل آخر وهو تكليف الذكاء الإلكتروني بمهمة تصدي للسواريخ الروسية فرط الصوتية مع العلم أن رد فعل الذكاء الصناعي أسرع من رد الإنسان لكن هذا الحل يعدهم خطرات كبيرة إذ أن السواريخ ستسقطوا فوق المناطق المأهولة بالسكان المصدر مجلة روسيسكايا غزيتا السلام عليكم